أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القادة العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الموقع المتميز الذي تحوزه العلاقات البحرينية الكويتية الأخوية بأبعادها التاريخية والاجتماعية مرحبا سمو بكل ما من شأنه زيادة تعزيز هذه الروابط الوثيقة بما فيهما الصحة المشتركة للبلدين الشقيقين قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن الاهتمام والمتابعة التي تحظى به العلاقات البحرينية الكويتية ملاد حضة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله ورعاهما واستمرار للبناء على الأسس الراسخة التي أوجدها الآباء والأجداد للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وأشهد سموهما بما تؤكده مواقف البلدين على الدوام من حرص على مواصلة تطوير أفق التنسيق والتعاون بينهما ودعم العمل الخليجي المشترك جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الكضيبي اليوم مع معالي سيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق بحضور معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب حيث أشهد سموه بزيارة الوفد البرلماني الكويتي للمملكة وما تسهم به من تعزيز للتعاون البرلماني الثنائي وتوحيد الرؤى منوها سموه بتنامي دور المجالس تشريعية وإسهامها الجوهري في مختلف أوجه العمل الوطني وقال سموه إن البحرين تثمن دور المواقف الداعمة من الشقيقة الكويت في مختلف المواقف والمحطات وأكدا سموه بأن هذا ليس بالغريب على قيادة وشعب الكويت الذين يكن لهم الجميع في البحرين كل المودة والتقدير مهنئا سموه باحتفالة دولة الكويت الشقيقة بذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير متمنيا سموه أن يعيد هذه المناسبة المجيدة بالخير والنماء المستمر برؤية قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها المخلصين من جانبه أعرب معالي السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن تقديره لما لمسه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الزراء من دعم واهتمام بمواصلة تطوير العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت مؤكدا معالي سروره بتواجده وسطل الشقاء في مملكة البحرين متطلعة لنتائج زيارتها ونعكاسها على مواصلة رفع مستويات التعاون وتنسيق البرلماني بين البلدين بما يجسد الرؤى والقواسم المشتركة بينهما ويصون مصالحهما المشتركة